موسيقى الآن من عمان سيركيس تشوفريان وهو محالي الأول أسواق مالية عالمية في مجموعة أكوتي سيركيس أهلا وسهلا فيك معنا أعطيني انتباعاتك لو سمحت عن هذه الأرقام التي سمعناها من الصين هل نحن أمام فعلا طباط اقتصادي كما كان تنبأ البي بي أو سي وبدأ بعمليات التيسير بسبقا صباح الخير بالفعل البينات الاقتصادية التي صدرت اليوم أظهرت وبشكل واضح طباط اقتصادي ملموس في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الصيني فبعد أن شهدنا بيانات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 واللي أشارت لنمو الاقتصاد بأبطأ وثيرة منذ الربع الثاني من عام 2020 عند 4% هذا أيضا أعطى انقباب أن الاقتصاد الصيني يطباطأ وعزز احتمالات أنه بنك الصين الشعبي يستمر بالسياسات التحفيزية لو نظرنا للبيانات الاقتصادية لصدرة اليوم من الصين فاللي راح نشوفه انخفاض في معدلات التضخم إلى 19 نقطة أساس لكن تفاصيل هاي البيانات هي التي تلفت النظر حيث شهدنا انخفاض ملموس في أسعار الغذاء وصل إلى 3.8% طبعا كان مقاد في بعض أنواع اللحوم لكن هناك نقطة مهمة جدا تخبرني بأن هناك تغير في العادات الاستهلاكية إذ أن أسعار المواصلات والنقل ارتفعت بشكل ملموس لكن معدل التضخم الإجمالي انخفض وهذا اندل على شيء اقتصاديا فهو يدل على تغير العادات الاستهلاكية انخفض تضخم نمو الأسعار المنازل كذلك حصل عندي انخفاض نمو الأسعار على بعض السلع الأساسية فمجمل البيانات تدلني بأن هناك تغير في العادات الاستهلاكية بالتالي لا شك بأن الاتفاض الصيني حاليا يشهد مرحلة من الطباط الإضافي الذي شهدناه في الربع الأخير من عام 2021 نعم لا شك بأنه هذا يعني نضيف إلى ذلك الأزمة التي يمر بها القطاع العقاري والتخوف لفترة طويلة من انهيار هذا القطاع هل مازال هناك تخوف من انهيار قطاع العقاري هل وجد القطاع العقاري الآن أرضية ممكن أن يخطعها نعم الآن بالنسبة لقطاع العقار في أي دولة وليس فقط قفين هو أحد المؤشرات المهمة التي تدل على مراحل الدورة الاقتصادية وتنبئ بمستقبل الدورة الاقتصادية عندما نتكلم عن القطاع التضخم في قطاع العقاري الصيني إلى 1.4% هناك مشكلة حقيقية في الطلب والعرض في قطاع العقاري بالتالي بالفعل قطاع العقاري الصيني حاليا يشهد مرحلة من التراجع هذا التراجع يدل فعليا إلى الثباط الاقتصادي الذي تعيشه الصين وأتوقع فعليا خلال هذه السنة أن نشهد مزيد من التدهور في قطاع العقار حتى هذه اللحظة لا أستطيع أن أتنبأ أو أن أقول انهيار في قطاع العقار لأننا نعرف حكومة الصين ما رح تترك قطاع العقار أنه ينهار ممكن قدم تحفيزات لكن بنفس الوقت لا شك أنه اقتصاديا يبدو بأن هناك تراجع ملموس في القطاع وسيستمر أيضا على الأرجع خلال هذه السنة بس يمكن الأكبر أو التحدي الأعظم بالنسبة للصين هو موضوع الفيروس موضوع كوفيد والإصرار على سياسة الإصابات الصفرية يعني وبالتالي ما هو المخرج مبعت في مخرج اقتصادي لهذه الأزمة فكيف أنت عامل معها اقتصاديا الآن بالنسبة لسياسة الصين بالزيرو انفكشن في البلاد هي تحتاج إلى إجراءات شديدة نسبيا قد تزيد عن العديد من الدول هذا طبعا له دور كبير في الحد من النمو الاقتصادي الحد من الإنفاق لكن لنأكد الموضوع من منحنا آخر ومن منظور آخر يعني الصين لو رجعنا بالزمن إلى سنة 2019 أو آخر 2019 بداية 2020 شهدنا إجراءات صارمة إن كانت طويلة زمنيا وأيضا شاسعة مكانيا الآن حاليا اللي عم بيصير أنه إجراءات تشديد على مناطق إجراءات تشديد على سفر بالتأكيد فيه أنه أثر اقتصادي سلبي وقد يضغب أكثر على الاقتصاد الصيني لكن في نفس الوقت ممكن ما يكون التأثير عميق ويتسبب في ركود عميق وحاد مثل الذي شهدناه خلال الربع الأول من سنة 2020 عندما شهدنا انكماش تاريخي بالصين لكن إذا تحدثنا عن مخرج اقتصادي هنا التحفيزات الحكومية تحفيزات بنك الشعب الصيني اللي شكناه عم بضغط شيولة هائلة للاقتصاد أيضا عم بيخفض مشتويات الفائدة في وقت في عنا بنوك مركزية مثل احتياطة الإنسدرال الأمريكي بنك إنجلفة وغيرهم عم بيتوجهوا لرفع الفائدة فالحل الاقتصادي هو انفاق حكومي وتحقيز من البنك المركزي هذا إذا تحدثنا على الاقتصاد لكن بالفعل إجراءات الحكومة الصينية عم تعمل لنا تباطؤ في النمو الاقتصادي تباطؤ بالانفاق زيادة في التغير في العادات الاستهلاكية طبعا هاي النقطة التغير في العادات الاستهلاكية تحدث عنها دوما لأنه من المتوقع خلال سنة 2022 إنه لاحظ تغير كبير يضغط على الاقتصاد العالمي ومن مصطيني شكرا جزيلا لك ساركيس شوفريان محل الأول أسواق لدى إيكوتي اشتركوا في القناة